بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تنتمنى لتشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة تنشكر المتابعين لقدامه الجداد والناس للتحقوب بهذه القناة إن شاء الله يربي تكونوا بخير وعلى خير اليوم معنا واحد لصفة لطرد التوابع وطرد النحس إن شاء الله تديرها وغادي تحسوا بالفرق طرد النحس وطرد التابعة وطرد التوابع بغيتي تحييدي النحس بغيتي تحييدي التابعة بغيتي تحلي البيبان المقفلة البيبان المقفلة هما البيبان اللي تسكروا في وجهك إما بالحسد ولا بالعين ولا بالتابعة الناس اللي عندهم توابع من الحسد الشديد دائما عندهم الخطوات ديالهم فيها تعسير دائما دائما عندهم العكس دائما عندهم محطاقة سلبية في الخطوات ديالهم فيما مشاه عندهم العكس الولدي اللي كان غادي للعمل دائما عنده العكس وما متيسرش الأمور البنت دائما عندها واحد طاقة سلبية فيما مشاهدة تقول لك أنا ما عرفت شمالي دائما عندي العكس وعندي المشاكل إذن أحبابي المشاكل اللي توقعه هو الإنسان تكون متبوع تابعة اللي تتخلي الإنسان ديما عنده أموره متعرقلة ودائما عندنا العكس في الخطوات أول حاجة ما نبحوش بأسرارنا تاني حاجة نكتم أموري نحاول أي حاجة بغيت نديرها ولو تكون رؤية حلم ما نعودوش لأن أي حاجة تتبعوك عليها تكون طيبة دائما نخزنها ودائما نحاول نكتم الأمور إذن أحبابي غادي ناخد الحداء ديالي الحداء اللي تتلبسي الحداء اللي تتلبسي دائما بعدو من الأحدية اللي تتكون مركومة هاديك تيكون فيها توقيف الحال حتي لا بغيت نبدأ نجدد لبسها خاصة نمسحها بالماء والملح ونحطها في طاقة ديال الشمش أنها تدخل لها باش أنها تحيد مننا واحد طاقة ديال توقيف الحال إذن الناس اللي عندهم توقيف الحال لا في العمل ولا في الدراسة ولا في المال ولا في التجارة ولا في أي حاجة غادي ندير هذه الوصفة على بركة الله نحاول أننا ناخد واحد طاقة إيجابية بحول الله وقوته إذن غادي ناخد الحداء ديالي أي حداء تتلبسي مهم صندالة صباط أي حاجة مهم الحداء اللي تتكوني أنتي تتلبسي غادي نسحه بالماء والملح الماء والملح غادي ناخد الملحة ومفتاح وأوراق الغار واحد المقلات صغيرة واحد المقلات اللي غادي إن شاء الله نحيد فيها غادي نحرق في هذه الملحة باش نطرد جميع النواحس اللي عندي في الأرجول ديالي أول حاجة غادي تأخذي هاد الورق غادي تكتبي بقلم فصخ غادي تكتبيه غير فصخ فقط فصخ وغادي تديري هنا فصخ بغادي تدري فصخ النواحس ديريها فصخ النواحس إذن غادي الرش قليل من الرحة على هاد الورقات ومع يكونوا في الحداء فصخ النحس بغيت الفصخ وغادي إن شاء الله ناخد المفتاح غادي نوريكم ما شغادي تديرو به غادي نهزد الملحة وغادي نضيف لها قليل من الباغفة أي باغفة غادي ندير هاد الريحة عندي هاد الريحة ديل الزيت وغادي إن شاء الله نحك بها آآ رجلين ديالي هادو من الرجلين ديالي غادي نحك وندير فصخ فصخ اللهم افسخ عني جميع النواحس ونحك الأرجل ديالي بحلكة بابين الأرجل بابين الأصابع اللهم افسخ عني اللهم افسخ عني جميع التوابع وانا تنحك اللهم افسخ عني جميع التوابع درتي فيها الباغفان ديالك اللهم افسخ عني جميع التوابع وانتي تتفسخي الأرجل ديالك من النحس أي حاجة حطيتها في البال ديالك أي حاجة حطيتها في البال ديالك غادي ربي غادي رزقك اول حاجة غادي تقولي اللهم افسخ عني جميع التوابع كتبتي في اوراق الغار كتبتي فيها فصخ كتبتي المهم حكيتي الارجل بحلكة حال كنت تتمعكي وتقولي اللهم افسخ عني جميع التوابع ان كان سحر او عين او تابعة او السحر المخطأ او العكوسات او النحس وغادي نهز هاد الملحة وغادي نديرها هنايا غادي نبيتها ليلة كاملة في الحذاء ديالي في الحذاء ديالي على اساس انني بغيت انني انطرد النواحي المفتاح غادي تدري سبع مرات هاد المفتاح اللي غادي تزي معك ديما غادي ان شاء الله غادي تدري بحركة فتح 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 وانتي تقولي سبع مرات وتمشي الحذاء التاني تقولي فتح فتح سبع مرات وغادي ان شاء الله تهزي بحركة وتقولي اللهم افتح لي جميع الابواب اللهم افتح لي جميع الابواب اللهم امنيتي اللهم افتح لي جميع الابواب هاد غادي تحطيه تحت الرأس ديالك وهاد غادي باتو ليلة كاملة غادي يبقى وحدة السرير يبقى وحدة السرير إذن غادي يبقى حدى السرير والمفتاح تحت الرأس ديالك الورقة ديال الرند هذه ورقة الرند غادي تكتبوا في ذلك شي اللي يكتلكم والملحة غادي تحكي بها الأرجل ديالك ويباتوا في الحداء يباتوا في الحداء على أساس أنك بغيت تفسخي النحس اللي عندك سبب العين الحسد التوابع توقيف الحال ووقف الحال ما عنديش أولاد أي حاجة أبغيت نفسخ أو عندي نحس هذا غادي نحطه تحت الرأس ديالي كده في جانب السرير ديالك إذن هذا المفتاح غادي إن شاء الله الصباح غادي نهز الملحة مع المفتاح وغادي إن شاء الله نحط هاد الورقات نهز هاد الورقات وغادي نحرق هاد هاد الملحة غادي نحرق هاد الملحة غادي نحرق تبعوني وشالكم قاع النواحس اللي عندكم في الجسد ديالكم إذن غادي ناخد هاكا وغادي نحرقها مزيان إذن حبابيش بتكون حدا البوطة باش نوريكم أشنو خسكم تديرو تحطوا المفتاح هو الول تحيدوا الملحة من الحداء أي حداء ليمن أو ليصر بدوبي أي حداء خديت ليصر أو خديت ليمن بحل بحل اللي غادي نحرق الملحة كلها وغادي إن شاء الله غادي نحرقها مزيان حتى هاد الورق الغاري تحرق مع الملح وغادي ناخد كأس الماء وغادي نقرع ليه فتح 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 سبع مرات وغادي نطفيه تحت مني نطفيه تحت مني وغادي تقولي اللهم مبسخ عني جميع التوابع اللهم مبسخ عني جميع التوابع هاد الملحة واد أورق الغار غادي تهزيهم بالماء دي لهم وطلحهم تحت شجرة في مكان عاشب المفتاح غادي تبقي تهزيه معك المفتاح غادي تبقي تهزيه معك على نية أنك آآ بغا من طفيتيه في الماء غادي تهزيه معاك تهو افسخ لك القديم مجديد ولكن هذا المفتاح يبقى دائما رمز الفتح يفتح لك الله كل شي الفتح 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 تطلبي الفتح ماشي يفتاح يفتاح اسم من أسماء الله الحسنى هذا فتح 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 هاتشي اللي غديروه سبع مرات وانتم ما تطرميو المفتاح في وسط الملحة وتدقلو يا فتح 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 سبع مرات وغادي ان شاء الله تاخدو هاد الملحة تلحوها بالماء ديالها بكل شي تلحوها في مكان عاشب اذا احبابي الى عجبتكم الوصفة خلوا لي لايك دعموا القناة فعلوا الجرس ابنوا بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته